من الرباط أيضا ينضم إلينا عبدالواحد شمامي اللاعب المنتخب المغربي السابق لكرة القدم والمحلل الرياضي أهلا بك معي أستاذ شمامي الفيفا اختار تنظيما من ثلاث دول لمنديال 2023 المغرب إسبانيا و بورتغال لماذا برأيك؟ أولا هنيئا لدول هذه لا المغرب ولا إسبانيا ولا بورتغال يعني بقبول واعتماد هذا الميل في كأس العالم 2030 هذا راجع أولا للقوة هذه الثلاث دول وحتى المكان استراتيجي فيما بينهم فتنظن بأنه سيكون من أحسن كأس العالم لأنه أولا في تسهيل الصفار وتسهيل أيضا حتى الربط بين ثلاث دول فتنظن بأنه المغرب بكل صراحة تحت القيادة الجليلة لديها لصاحب الجلالة وهذا الشهادة تنعكس على أولا يعني عدة محافي اللي قام بها المغرب وكان دائما يخرج منتصرا ويخرج بشكل برأس مرفوع ولكن ما الذي ميز الملف المغربي هذه المرة يعني هذه المرة السادسة التي يحاول في المغرب الحصول على هذا الترشيح وقد نالها أخيرا ما الذي ميز الملف في هذه المرحلة حتى يستطيع النيل بهذا الترشيح أولا في تمثيل تولاتي ديال هذه الدولة هو الذي أعطى واحد القوة الملف وتانيا بأنه استحقاقات أو الأشياء التي حققها كرة القادمة المغربية بالخصوص ولسيما في كأس العالم يعني وشنا كأس العالم وصلنا لها يعني النصف النهائي لأنه أول فارق عربي وإفريقي تيوصل لهذه النقطة هذه فأعطاته واحد نقاط أخرى وزيادة على ذلك فتدبيره للأشياء ولسيما في الآخر شنا يعني الزلزال وأيضا التعامل ديال الدولة المغربية مع تدبير الجائحة وتدبير الأشياء الأشياء التي ستكون في وحد الوقت سريع وأيضا بوحد الطريقة محكمة وبوحد الحين فلهذا هذه الأشياء كلها أعطات القوة للمغرب باش يكون قادر يحقق الجميع العرب ولو أن قاطر كانت قبل منه ولكن المغرب كانت دائما تحط الميلة في دياله هل عدد المنتخبات المرشحة لخوض هذه البطولة أو هذا المونديال نتحدث عن حوالي 48 منتخب سيشارك هو ما جعل فيفا يختار ثلاث دول؟ صحيح في هذه المرحلة متحديات برأيك التي تتواجه المغرب لإنجاح هذه البطولة حتى يكون على مستوى إسبانيا وأيضا مستوى البرتغال إسبانيا نتحدث عن منتخبات لها أسماء أو فرق لها أسماء في إسبانيا كما تعلم ويعلم الجميع البرتغال أيضا والمغرب بالتأكيد المنتخب المغربي حقق ما لم يحقق هو أي منتخب عربي سابقا من الوصول إلى مستوى عالي جدا في مونديال قطر ما التحديات التي ستواجه المغرب؟ والوصول ديال أولا الوصول دياله للنصف النهائي لموصلش لا إسبانيا ولا البرتغال فأكيد بأنه أصبح من دول لعندها منتخب قوي عندها لاعبين جيدين إلى رجعنا العدد لللاعبين لربما يكون سيئ ومن كان ديالهم لا صحيح لا لا تحتيات جيدة لسيامة نظم كأس إفريقيا 2025 وبدأ العمل كما قال صاحب الجلالة بدأ العمل من هذا اليوم فتنظن بأنه لدينا كل إمكانيات وقادرين لكي نكون في اليوم الموعود وأكيد بأنه سيأتي 2030 ويكون المغرب بأنه من بين أنجح وبتأكد نتمنى كل التوفيق المملكة المغربية في هذا المونديال وفي استضافة مونديال 2023 لكرة القدم عبدالوحد الشمام يلاعب المنتخب المغربي السابق لكرة القدم والمحل الرياضي شكرا جزيلا لك كنت معي مباشرة من العاصمة المغربية ترجمة نانسي قنقر